وفق معطيات اعلنتها رئاسة لجنة قيادة برنامج العطلة الامينة تم تسجيل ترجع في عدد قتل حوادث المرور بتونس بنسبة 19% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية لتتصدر ولاية تونس عدد ضحايا الطرقات وطنيا فيما لم تسجل ولاية كبيلي اي حادث مرور قاتل منذ انطلاق العطلة الامينة شهر جميلية وفق المعطيات الاولية ترجع ايضا عدد الجرح جراء حوادث المرور ليبلغ 563 جريحا مقابل 975 الفترة ذاتها من 21 و2000 بترجع نسبته 42% ليؤكد المرصد الوطني لسلامة المرور ان النسق الحالي يتجه نحو تحقيق هدف النزول بعدد القتلى والجرح الى 15% واكثر عن معدل السنوات الثلاث سبع عشرة والفين ثمان عشرة والفين تسع عشرة والفين اليوم